موسيقى الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيد يا رسول الله سائل من الغرب يقول وضعت زوجتي حملها في مستشفى عمومي في نفس القسم وفي نفس اليوم وضع السيدة حملا من الزنا فقمت بأخذه ونسبته إلي حتى لا أجرح مشاعر زوجتي التي كانت ستنهار لو عالمت بموت مولودها لا حول ولا قوة إلا بالله الله يهديك اليوم الفتاة عمرها 13 سنة وهي لا تعلم الحقيقة وزوجتي أيضا لا تعلم الحقيقة إن صحني ماذا أفعل قديت مرتك تزيد الله يبارك وم بعدها مرتك زيدت مزيود ميت مات أنت جاك بليس بليس لي جاك زي ما خفت على مرتك تنهار تنهار ويا ما تنهار ما أولو لأن المرأة كي تولد تكون بين يدي الله إذا ما تولدها رح تحتسب تقول إن لله وإن إليه رجل ما يصالها أولو ما رح تهبل ما رح تموت يعني هذه شعال من المرأة تولد يموت أوليدها لما تولف ويكبر وتولي تحب ويبدأ يمشي وتمك ممكن ولكن مرأة وليدها كان في كرشها كانت تتألم مات ستتألم هي رايحة تتألم لأن هذا وليدها ولكن إن ترح بك الخيال بعيد ستنهار ولما خفت عليها تنهار واشدرت مرأة وحد أخرى جابت طفلة من الزينا رح جبتها وحطيتها مع مرتك باش مرتك تعتقد بلي هذي بنتها وهذي داليل بلي كاين تواطئ متواطئين معاك كاين مماريضات متواطئين معاك باش هذيك بنت الزينا جابوها لمرتك وباش وليدك هذا لي ما تدعوه وسكتوا ودفنوه بتخبية بلا واحد ما سمع حسبنا الله ونعم الوكيل ما لن نصيح انتاعي واشنو هي أول حاجة لازم تتوب وتستغفر وتندم وتبكي على روحك وتبكي على وش درت لأن رأك أدخلت ناسب غير صحيح في الناسب الصحيح هذه بنت الزينا الآن أقدرت لها ناسب صحيح وهذا غش هذه وحدة ثنين قل لي الحقيقة الآن الطفلة في عمرها 13 سنة ماشي الآن لو كانت تقول لمرتك الآله حتى تنهار لو كان لما زيدت وقلنا لها بليا وطفل مات إنا لله وإنا إليه راجعون تتعلم وتبرى وتخرج و13 سنة ربي يزيد يا زقاء ثلاثة ولا ربعة ولكن الآن شوف الموقف الصعب الآن تقدر تروح لمرتك تقول لها يا ودي هذا الطفلة ماشي بنتنا وتحكي لها القيصة زيد رأك روحت وحكيت لها رحت صدقك شكون فينا اليوم يقدر يقول يا ودي هذا وليدنا ماشي وليدنا يكون نفس بيطار جبت ماشي راح تصدقك ولو تقول لها الله يهديك ركدة كاريتا توب واستغفر واندم هذه وحدة ثانيا روح للمستشفى وينزادت هذا الطفلة حاول تتحصل على الوتائق باش ديرها كفالة يعني تروح تعاو تنظم بهذه كفالة وباش مرتك تصدقك يعني هذا هو الواجب الله يتوب عليك ويخفر لك يعني راح جاب طفلة ماشي بنته الحقها بالنسب وهذه كبيرة من الكبائر قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من انتسب إلى غير أبيه وهنا اللعنة رأي عليك انت ماشي على هذا الطفلة لأنها مزيودة مزيودة هي ما عندها احتاج ذنب الله هي خيرت ولا هي أرادت ولا هي فعلت الآن لك حتى مرتك الله يهديك ما لك كن لطيف مع الزوجة تعك كن لطيف معها وحاول خبرها بيلوت واجمع بعض الأدلة والوتائق وليتقنحها باش تقتنع إذا اقتنعت زوجتك روحوا عاودوا ديروا هذا الطفلة ديروا لها كفالة تجوزوا شرعا وربوها وكبروها وزوجوها وان شاء الله يكون عنكم الأجل سائل يقول أنا عامل وتحصلت على عملي عن طريق رشوة فهل أتوقف عن العمل إذا كانت دفعت مال باش نحيت حق فولان وديت انت توقف هذا حرام عليك إذا ما ديت مال باش نحيت منصب تعفولان وعطوه الكليك راك تأكل فالحرام والسنة ضربة عربي جاية جاية تخدم فيه جا هذا المسؤول قال لك يعطيني ضربة باش نعطيه لك يعني رايح يعطي لك حقك هنا إذا جفعت مال إن شاء الله أنت